يا مساء الورد ومساء الياسمين على احلى متابعين في الدنيا متابعين يوميات دودو ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب اكونوا بخير وصحة وسعيدة وحشتوني كتير جدا من الفيديو اللي فات وبشكر كل متابعين ومحبين يوميات دودو على الفيسبوك وكمان على اليوتيوب وبشكر كل حبيبي اللي بنوارين قناتي النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ من الالف للياء بطريقة سهلة وبسيطة طريقة الغسيل وطريقة كمان التحمير وتعملي من الفراخ احلى شربة بجد بتعم خطير وبطريقة سهلة جدا وبسيطة وازاي لنظف الفرخة ونخليها يعني تقولكم كده كلوني ناية ازاي كل حاجة هنعرفها في الفيديو زي ما قلتلكم من الالف للياء وهنعمل كمان مع بعض الفراخ اللي انت بتشوفيها في الاعلانات المحمرة ونقول ازاي احنا عندنا مهما بنعملها ما بتطلعش اللون الدهبي الجميل حط لايك وكتب لكم مينة حلوة كده لما بتتفرج على الفيديو لو عجبك وعملوا شير للفيديو وتعالوا كده نسمي باسم الله وانا بدأ معاكم من الاول خالص من اول ما جبت الفرخة من عندي الفرارجي لحد ما هنحمرها مع بعض ونقدمها اول حاجة كده هنسمي باسم الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحط احلى لايك ونكمل مع بعض الفيديو انا عندي هنا الفرخة محطتش عليها مية خالص بنبتدي كده نجيب السكينة والاجنحة بتاعتها بنبتدي كان الفرارجي كان شايلهالي فلو موجودة عندك بتقطعيها والزور كده ببتدي اسمي باسم الله وقطع كده الزور وعندي الفرخة مستقنياسة محطتش عليها مية خالص معايا نص كباية من الملح ومعايا كباية من الدقيق قلبتهم على بعض وهنبتدي نعمل صنفرة للفرخة من قبل ما نخسلها ومن قبل ما نعملها اي حاجة لسه ما روحناش على الحوت خالص الدقيق والملح ده هشدي لي اي زفارة في الفرخة اي رواصب جوه قلب الفرخة هتشوفوا دلوقتي انا جبت الطبق بقى اللي كان فيه الملح دلوقتي هنشوف هنطلع من بطن الفرخة ايه وكمان بصوا من بره كده تبتدي تعملي صنفرة بصوا الزلموكة من ورا كده فيها حتة بتتشال طبعا الفرارجي شايلها انا بجيب من عند الفرارجي كويس جدا بصراحة والفراخ بتاحته بتبقى سبحان الله طعمة جدا اه تمام انا بعمل كده صنفرة زي ما قلتلكم اه للفرخة بدعكها كويس جدا بالدقيق والملح عشان ما يبقاش عندي اه في اي ريحة مش مستحبة للفراخ الشربة بتاعتنا هنعملها كمان بطريقة جدا اه جميلة وتحب كده تشرب الشربة بتاعت الفرخة وهنشوفها مع بعض دلوقتي انا بغلف الفرخة من جوة ومن بره كده بالدقيق والملح بصوا الدقيق بقى بيطلعلك بكل سهولة لو في اي حتة مثلا في قلب الفرخة من الفشة مش عارفة تطلعيها هتطلعيها بكل سهولة قلب الفرخة بصوا كل الحاجات دي بيتطلعها معاك الدقيق بكل سهولة ويسحبلك الزفارة منها بصوا هنغسلها كمان مع بعض وتدعكيها كده حلوة قوي وكمان من بره هتلاقي الريش بيبان في الفراخ البيضة دي اوقات بتيجي تغسليها بتلاقيها زي الفل وفي الاخر بتلاقي برضو فيها ريش صغير كده بصوا بتدعكي الفرخ عندك كده دي بيبين لك الريشة صغيرة جدا بتبصت لها طلعت معاكي وظهرت حتى الاونصة والكبدة وكله انا هخسله برضو بالدقيق والملح كده اهو لو انت اول مرة تشوفي قناتي فضل ولايس امر اشترك معايا في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد واعملوا شيري يا حبيبي للفيديو بالله عليكم بتنسوا اللايك اهي الكبدة كده بتاعتي الفرخة واكتبوا لي كده كومنت حلو يشجعني ويخليني انا ازل لكم وصفات اكتر واكتر هضيف كل الدقيق الباقي عندي كده على الفرخة هدعكها بقى كويس جدا وهسيبها بقى عشر دقايق بالدقيق كده وبعد كده هنروح بقى على الحوض وهنشوف هنعمل ايه اهي كل اللي انا بشيله بايدي ده بيبقى ريش صغير تحت الجناح كده وما بيبقاش باين بتلاقيه ما شاء الله تديك اللون الوردي اللي شوفته معايا هسيبها بقى عشر دقايق اهو غمضي عينك فتحيها العشر دقايق خلاص خلصو هنضفها كده تعالوا بقى نروح على على الحوض اهي هنسمي باسم الله كده ونبتدي نشتف عندنا الفرخة بتاعتنا بالراحة خالص على مصفة كده بصوا بقى اللون الجميل الوردي اللي هتشوفوه ولسه كمال هننقاحف مع محلقول الملح اهو تشتفي عندك كده الفرخة من قلبها هتشوفو كمان قلبها عامل ازاي وردي وبجد يفتح النفس تتاكد نايف صراحة اهي بصوا بجمال ما تعبتنيش في حاجة بصوا لون الفرخة بقى والجلد بتاعها الابيض بقى وردي ازاي حلوة قوي وبتدخلي ايديك كده في قلب الفرخة في الزور كده عشان تنزل منها المية وتدعكيها بصوا الكبدة بقت وردي معايا ازاي لسه ما حطت نهاش في محلول الملح ولا اي حاجة بقت فلة معايا كده شضفتها كذا مرة وتعالوا بقى جبت هنا كده مية هضيف معلقتين من السكر واربع معالق من الملح يعني دول كده بالنظر اربع معالق من الملح ومعايا هنا لمونتين هعصرهم طبعا انا شطفة اللمون وهسيب القشر اللمون كده في المية اهو وهجيب ربع كباية كده من الخل في قلب المية برضو طبعا انا عشان على طول بشتغل فانا الواحد عينه ميزانه يعني هبتدي بصوا الفرخة حلوة قوي وزي العسل هبتدي اقلبها كده على صدرها السكر بقى مع الملح مع الخل هطريلي عندي اللحمة بتاعت الفرخة هسيبها برضو كده نص ساعة في المحلول ده وبعد ما بسيبها ببتدي اشطفها نص ساعة كده ربع ساعة حسب وقتك ما يسمح واشطفها شاطفة وكتفتها زي ما انتم شايفين معايا هنا بقى كل حاجة صحيحة حتت زبدة كده بلدي او صفرة السمنة اللي انت بتستخدميها وقطعت بصلايا كبيرة وجزرايا كبيرة وطماطم شرايح جبت حلة كده وسميت باسم الله ونزلت بكل التوابل دي اللي هي عبارة عن كسبرة خشنة وكمون وفلفل اسود وورقتين لورة وكمان فصين مستيكا وحبهان طبعا ما ننساش الحبهات هدلهم تشويحة بالزبدة كده في الحلة الاول وعلى عين زي ما انتم شايفين كده جنبي حطة مية بتسخن لو عندك الكاتل بس انا بصراحة الكاتل عندي بايز ادعو له صلحه واشتغل به وانزلت بالخضر برضو هدله كده تشويحة بجد هتشرب شوية شربة وكمان هتاكلي حتة فرخة يعني لا ريحة زفارة هتشمي ولا كلام ده كله خالص بجد اعمليها بالطريقة دي وهتدعيلي هندي بس الخضر بتاعنا كده يتشوح تشويحة وهنزل عليها بالمية اللي بتغلي جنبي دي طبعا لو انت عندك الكاتل شغالك الكاتل على طول ووفر معاك في الوقت هنزل كده باسم الله كده دايبا وانت بتعملي في حاجتك اذكر الله وسم الله عشان الحاجة بتاعتك تطلع زي العسل وتبقى مبروكة كده وكلها خير عندي كده الشربة بتاعتي ماشاء الله عليها وعلى جمالها ضيفت طبعا ملح ضيفي الملح حسب الرغبة غير تغلوة كويسة وهبتدي بقى انزل بالفراغ بتاعتي بكل الحوايج بتاعتها اهي ويا مستقنياسة كده ويعني مع نفسها بصوا ماشاء الله على الفرخ هاسبها بقى مع نفسها هنا كانت خلاص استوى تنص سوا هبتدي اقلبها عالجنب التاني اللي طلعت ريم خالص خالص ماشاء الله الشربة بيضة حلوة جدا تعملي بيها شوية ملوخية تطلع زي العسل الفرخة بتطعم من طعم الخضر وانت بتاكل في الفراخ كده كسما بالله بتاكل بتحس بتعم الكزبرة الخضرة والبصل والجذر كله في طعم الفرخة بتشرب منه بتبقى جميلة جدا بصوا عندي الشربة بيضة جدا وحلوة تعملي بيها احلى شربة لسانة عصفور تستخدمي بقى حزم ما هتستخدمي انا عندي خلاص كده الفرخة بتحتي ماشاء الله خلعت من الجناح اهي وهنبتدي بقى نحمرها تسمي باسم الله كده وبال بصوا شليت معلمين يعني متمكنة ماشاء الله فدخلت كده في قلبها المعلقة الخشب وبالروحة خالص بتنزليها بصوا ما شاء الله لك وتألا بالله لون الفرخة أما خرجت من السليقة عاملة ازاي طبعا عرفتها ازاي ان هي استاوت خلعت من الاجنحة وكمان من الورك بقت معايا كده ورقت لورا ننزلها تاني في الشربة والشربة بتحتي بقى استخدمها زي ما أنا عايزة أنا خلاص كده هحمر الفرخة بعد ما خرجتها جيبت دقيق بس وهبتدي بطنها بالدقيق وهنحمرها بقى مع بعض وهنشوف اللون الجميل الخطير اللي شفناه في اول الفيديو بالله عليك لو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسيش تضغطي على لايك دوسي لايك وشيروا الفيديو مع بعض وكمان ياريت لو لسه ما عملتيش سابسكرايب للقناة اعملي سابسكرايب دوسي على كلمة اشتراك وفرحيني كده عندي هنا كده الفرخة بطنتها خالص بالدقيق دي ده مفوش اي حاجة دقيق ابيض من غير اي حاجة يا ما شاء الله عندنا كده الفرخة بتاعتنا اتتبلت وتتملحت وزي العسل طلبة الاكيلة هنبتدي بقى كده بطنتها وهناخدها بقى هنشوف هنحمرها ازاي وتطلع باللون الخطير اللي احنا شفناه اهي طبعا ادي اي مش هيخليها تشرب معي زيت وكمان يطلحها دهبي ومقرمشها زي ما انتو شفت حطي لايك وتعالوا بقى نروح على البتو جايز جيت هنا الحلة لو عندك ووك اه غويض ضيفي فيه اهم حاجة ضيفي زيت غزير زي ما انتو شايفين مش مش قليل ولا حاجة اه ادي اللي احنا مبطنين به الفراخ مش بيخلي عندك الزيت اه اه زفر ولا حاجة تضالي الصفي وتستخدمي في اي حاجة تاني اه سخن عندي الزيت وبتدي تسميت باسم الله وانزلت كده بالفرخة بتاعتنا بالروحة بقى وتقلي بيها شمال ويمين ويمين وشمال وتطلع معاك بصه الله اكبر وكمان انا عندي الاضاقة صعبة جدا على البتو جايز الحامل الكسر اللي كنت بازبط عليه الاضاقة اهو خلي النار بتاعتك وسط كده لواطية ولا عالية وتحمريها من كل الاتجاهات من الجنب ده ومن الجنب ده المعالي الخشب مهمة جدا عندك في المطبخ يا جماعة خليش ايديك تتلسع ولا اي حاجة ما شاء الله اهي تبطلت ضغط عليها كده عشان تتحمر من جميع الاتجاهات وجبت الطبق بقى اللي انا اه هطلع عليه الفراخ كان عندي حب الكزبارة كده باقيين قلت ايه لزوم بصوا بقرب لوكو طبعا بعملوكو زوم عالفرخة بجدد خطيرة اهو هبتدي كده سمي بسم الله واو ما شاء الله الله اكبر كأنك عاملة ديك رموكو بصوا بجمال يا ربي يا حبيب الفيديو ينال اعجابكم لو جربت بقى الفراخ اكتبي لي كومنت بالله عليكو تقولي ايه كانت عاملة ايه وطعمها والشربة بتاعتها ايه الخطيرة كانت عاملة ايه ما تنسوش بقى تضغطوا على اللايك والاشتراك وتستنوا من الفيديو الجاي والسلام عليكم